وزي ما تعودتو الأربع بقى كرة عالمية كرة عالمية وتحديداً الأوروبية تقدر تقول إن الموسم ده فيها حصل زلزال زلزال لأن ما فيش بطل قدر يحافظ على بطلته غير تقريباً باير مينيخ بطل الدوري الألماني لكن الحقيقة زلزال كبير جداً في أسبانيا يمكن لغاية اللحظات الأخيرة أو الأمطار الأخيرة زي ما بيقولوا كده لسه السباق محتدم بين أتلاتكو مادريد وريال مادريد لكن أعتقد أنه أتلاتكو أقرب بشكل كبير جداً ما لم تحدث مفاجآت والحقيقة أنه بعد سيطرة طويلة جداً للبرسا تراجع البرسا للمركز الثالث وأنهى على أماله في المنافسة على بطولة نفس الحال في إيطاليا إيطاليا اللي قدر فيها اليوفي أنه يحافظ على البطولة أو لقب البطولة تسع مواسم متتالية السنة دي بيخسر اللقب لصالح الإنتر اللي بيعود مرة أخرى في توبيه الجديد زي ما بيقولوا تحت إدارة لشركة صينية أصبحت شركة مالكة واستثمارت في النادي ومع كونتي قدر أنه يستعيد اللقب بعد طول غياب عشر سنين تريباً غياب فيها اللقب عن انترناسيونالي بيستعيده المراضي نفس الحكاية بتحصل في إنجلترا ليفربول صحيح أنه المان سيتي ما كانش بعيد عن لقب البطولة في المواسم الأخيرة بالعكس يمكن حتى قبل ليفربول ما يحسم اللقب لصالحه فيه الموسم الأخير كان مان سيتي هو البطل لكن قدر أنه هو ينزل ليفربول من على عرشه ويقتنس لقب بطولة الدوري الإنجليزي في فرنسا بي أجي الكبير اللي كان من المفترض أنه بتولفته وبنجوم وبصفقاته اللي من عيارة تييل جداً أنه يحسم كل الألقاب في كل البطولات دي كانت تموحات طبعاً جمهور باريس سان جيرمان ورغم كده أخفق فيه الشامبينز ليج للعام التاني على التوالي بعد ما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للقب أمام البايرن في النسخة قبل الماضية والمراضي الحقيقة بعد ما تجاوز البايرن للأسف ما قدرش يكمل ولا يصمد قدام الستي المعجزة اللي بيقدم مستوى أكتر من رؤية الحقيقة سواء في الدوري الإنجليزي اللي حسم لقبه أو حتى في الشامبينز ليج اللي منتظر طبعاً أنه واجه فيها تشيلسي بي أجي بينافس لغاية اللحظة برضو بيحتل المركز التاني ولكن أقرب للبطولة ليل بفارق مش كبير قوي لكن حتى اللحظة وقبل أسبوع أخير ما زال ليل هو متصدر بطولة الدوري الفرنسي ليل هيلاعب أنجي في المركز 12 وأعتقد أنها يعني مقارنة طبعاً بالمستوى اللي قدمه ليل السيزن ده أعتقد أنه قادر بشكل كبير جداً على حسم لقب البطول عشان كده بقول زلزال خريطة الكرة بتتغير فيه أوروبا بشكل كبير جداً هنشوف ونتابع النهاردة في الكرة العالمية كل حتى الأهداف وأهم الدوريات سواء بونزليجا في ألمانيا كالتشو في إيطاليا الدوري الأولاق الهولندي هيكون لي معنا نصيب وهنقف كمان الحقيقة على أخبار وانتقالات سواء نتكلم على نجوم منهم النجم المصري محمد صلاح أو حتى مديرين فنيين لم يوفقوا في مسألتهم متوقع انتقالهم في الفترة المقبلة وانتقالهم في الفترة المقبلة